الحقيقة أن البناء على توجه فخامة الرئيس أذكر قبل شهر صار رأي من فخامة الرئيس راد أنه شون نشمل المحكومين وشون الآلية وما هي الجرائم المشمولة ومدد الأحكام. فصار الرأي حقيقة لفخامة الرئيس. هنا كنت أحد الحضور أنه فيما يخص النساء والأحداث صار الرأي أنه بدون المدة. يعني بالنسبة للبالغين يجب أن يكمل نصف مدة المحكومية. فيما يخص الأحداث والنساء. يعني صار الرأي من الحضور جميعا أنه بدون مدة. فأيضا هذا الموضوع حقيقة يعني سيد الرئيس بنى هذا الرأي. فصارت اتصالات مع دولة رئيس الوزراء. فيما يخص الأحداث طبعا. الأحداث اللي صدر المرسوم هو أربع خمس مرازين صدرت حقيقة. هو آخر واحدة واللي ثمانية وخمسين واللي خمس مئة وسبعين محكوم. عندنا مرسوم أربع وخمسين في ثلاثة عشر صدر بثمانية وستين حدث. هذه أحداث. يعني ما مشمولين بالضوابط ما للمدد أيضا. باستثناء الجرائم المستثنات أصلا يعني من العفو. وثلاث مراسيم صدرت عن النساء. يعني والمرسوم خمس وخمسين. ستة وخمسين وسبع وخمسين أيضا. صدرا عن النساء يعني مية ومية وخمسين ومية وخمسين مجموعة ثلاثة وخمسين تقريبا من النساء المحكومات. أيضا نشملا بالعفو. فمجموعة المراسيم التي صدرت ما يقارب ثمانية واربعة وثلاثة 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 وثلاثة. يعني بالتسعمية محكوم تم الشمول لهم بمرسوم العفو الأخير. الذي صدر ثلاثة وثلاثة 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 وثلاثة. نعم. طيب. هي طبعا نتيجة الوضع الموجود. ونتيجة اقتضاء السجون. وإضافة إلى هذا. دخل هذا القرارات هذه. سيد مني. في القرارات هذه دخلت حيز التنفيذ بالفعل؟ نعم. نعم. طبعا أكيد. المرسوم الجمهوري ملزم للكافة. يعني تدري أننا كتبنا بالمرسوم تذكر فقرة على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم. فأرسل رسلة المراسيم إلى وزارة العدل بكتاب رسمي برئاسة الجمهورية من ديوار رئاسة. ووزارة العدل تبدأ بالتنفيذ طبعا. إلا باستثناء إذا موقف عن جرائم أخرى. ما يحتاج السجين الذي يمعفو عنه. ما يحتاج يقدم طلاب. الموضوع يتم مباشرة. مباشرة. لا. مباشرة. هي وزارة العدل. هيئة الأسماء المشمولة. ورفعتها إلى لجنة المجلس الوزراء. مدققوها. ورفعتها رئيس الجمهورية. وصدر المرسوم الجمهوري. هذه أسمائهم مدققة وكاملة بالاسم. يعني هو مرسوم جمهوري بالاسم. يختلف عن العفو العام. لأن المرسوم العام يصدر بقانون. هذا يصدر بالأسماء. يعني أسماء محددة. فهذه الحقيقة هي عدة مبررات وأسباب لصدور هذا المرسوم. من إكتظاظ السجون. الوضع الموجود. الوضع الاجتماعي. إضافة إلى أستاذ علي. نحن بالقانون الجنائي. أكون فقهاء. الفقهة يقول أكون هناك مجرم بالفترة. هي فقرة العقوبة. هي ردع وإصلاح. فأكون عندك إنسان ينردع من يمكن ساعة وحدة. ما يمكن إذا تقوله ليس إنسان ما يتقبلها وبعد ما يكره. أكون إنسان قد ما تسجنه هو ما يقدر يعيش خارج بيها تسجن. هذا يسميهم الوبارد والمجرمين بالفترة. هذا لا يمكن إصلاحهم. نحن نريد أن نصلح مع الموجودين في السجون. ما أريدهم يرتكبون جرائم أخرى. أو يختلطون بمجرمين خطرين. تعرف جنابك أننا عندنا تجارف في موضوع قضائل إرهاب. ما إرهاب. أكو ناس دخلوا يكون بوشاية أو كذا. طلعوا إرهابيين حقيقة. لأن كانت مدرسة. يعني سجبي وكو مبوكة. كانت مدرسة لنشر الأفكار المتطرفة. فأحنا محاولة أصلاح هؤلاء اللي يعني ارتكبوا جرائم ربما يعني بصدفة أو ربما تدري كل إنسان ممكن معرضا. اليوم سوق سيارتي ممكن أتعرض لحادث دهز. ممكن تلاع لي إنسان بالطريقة أدهزه. راح أكون تحت طائلة القانون. أنا مو مجرم أستاذ علي. فأكو ناس ظروف ربما ظروف معينة. ارتكب جريمة في ظروف معينة. فمعالج لهذه الحالة. والردع إن شاء الله. الردع ما يعود إلى ارتكاب جريمة مرة ثانية. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة